مساء الخير عزيزا المشاهدين و أهلا وسهلا بكم و بيتجدد دقائنا مع حضراتكم كل جمعة في السبعة مساء رسالتنا دعوة للسعادة في مصر المحروصة و كل من يتحدث العربية في العالم أجمع احنا دعاية سلام برنامجنا دعوة للسعادة علشان كده كل ثانية في برنامجنا لازم تكون مفيدة هنبدأ الاول بالاسبوع اللي فات الناس كلها اتكلمت وشيرت على الفيسبوك فيديو لام وانا اشك انها ممكن تكون ام بتعذب ضناها لمجرد ان جزء هطلقها مش عارف حساباتها كانت ايه او فكرت في ايه وكان قلبها فين وهي بتمدي ايديها على ضناها مش عارف اجمل حاجة في الدنيا اجمل احساس في الدنيا كل اجمل احساس ممكن الراجل او الست يعيشوا لما بيسبع بابا او ماما قدي احساس رائعة الشباب بتكبر وتتعلم علشان تتجوز علشان تخلف علشان اللحزة دي لحزة الميلاد لحزة نور كلمة بابا كلمة ماما وخصوصا الام ازاي قلبك ايه دينك ايه مش ممكن ازاي تعزب ضناها وتصوروا وتشيروا علشان تضغط على طلقها وتضغط على جزء ساي ازاي فبجد مثال سيء بجد لكن انا حبيت اقول بس لكل اللي بيشوفنا في ناس من بلدنا احنا عندنا رحمة وعندنا دين وبنحب ولادنا قوي وبنخاف عليهم قوي لان دول زرعتنا دول امتدادنا في الحياة اجمل احساس لسه بقولكو ان انا شوف ابني او بنتي بيكبر قدام مني بيكبر ويا سلام لو ربنا طول في عمر الواحد وجوز ابنه او بنته يا سلام كمان لو امتد العمر اكتر وشاف كمان خلفة ابنه او بنته عندنا في الفلاحين اللي انا منهم وبفخر ان انا منهم عز الولد ولد الولد دي حياتنا احنا المصريين مش كده ابدا احنا عندنا رحمة وبنتميز في العالم كله بالرحمة والانسانية علشان كده الست دي فيه عندها حاجة غلط عندها حاجة غلط كان لازم اقول لحضراتكو ده لان احنا دعوة للسعادة طيب علشان نتكلم ونبقى فيه افادة والناس تستفيد مننا فتحنا ملف الاورام من فترة وكان معايا صديقي المحترم دكتور محمد عبد الرحمن تكلمنا عن اورام الرئة لسه فتحين الملف ده لان احنا عارفين ان موضوع الاورام هاجس مرعب مرعب جدا بالنسبة للمصريين والعرب يمكن عادتنا الخطاقة يمكن تصرفاتنا الخطاقة احيانا بتوقعنا في الكوارس دي فكان لازم يكون معايا حد من المطبخ حد متخصص اوي حد زي ما بقوله كده شاطر اوي لو ارحبوا معي بضيفي وضيفكم على استاذ الدكتور وسام الشريف استاذ مساعدة لاجل اورام بالاصل اهلا دكتور اهلا وسهلا فاندم ازاي حضرتك ولمشاهدين بنور حضرتك ولمشاهدين ازاي الهاجس المرعب موضوع الاورام ازاي الاول نبعت رسالة طمأنينة كده في عجالة لمشاهدينة قبل متكلم في المسبجات والله رسالة الطمأنينة ان الاورام اولا يعني زيادتها في العالم هو في الاول الاخر دليل نجاح يعني هو ده مرض للأعمار المتقدمة بصورة كبيرة ومرض نتيجة النجاح في القضاء على الامراض المعدية والطوعين والحاجات دي فظهر اللي هو الامراض جر المعدية اللي منها امراض القلب والسراطنات كمسبب للمرض ومسبب للوفاة نتيجة نجاح الطب في القضاء على بقية مسببات الأمراض والوفاة اللي هي الأمراض المعدية والبكتيرية وكده فمصر والدول الشرق الأوسط الى حد كبير دخلت في القطاع ده يعني احنا متوسط الأعمار في مصر حاليا 72 سنة اللي هو قريب من الأعمار في الدول العالم المتقدمة الى حد كبير فده نتيجة بالزبط فده نتيجة تطور التطعيم والعلاج الأمراض في السن الصغير وعادة موجود وفيات في السن المبكرة الى حد كبير فده كله في الأول والآخر ده نتيجة نجاح الطب يهجا الحاجة التانية بالنسبة لأورام نفسها احنا عندنا دلائل ودراسات وان في على الأقل تلت لخمسين الأورام يمكن الوقاية منهم عن طريق استخدام برامج وقائية او عن طريق تجهير اسلوب الحياة ونمط الحياة الى حد كبير ممكن ان احنا نقي أنفسنا شر هذا المرض دي حاجة حاجة تانية ان احنا برضو عندنا أدلة ان في آخر 20 او 30 سنة توجد زيادة ملحوظة في احتماليات الشفاء التام من هذه الأمراض وتحويل بعض هذه الأمراض في المراحل المتقدمة الى أمراض مزمنة الشفاء التام الشفاء التام الله يطبع فاحنا منقول لو اتبعنا وسائل الكشف المبكر ولو اتبعنا وسائل الالاج الحديثة الى حد كبير حيمكن باحتمالية عالية جدا 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 الوصول الى الشفاء في نسبة عالية من المرضى اللي بيجي لهم هذا المرضى وفي نفس الوقت احنا ما وصلناش لسه الاخر يعني احنا بنسمع كل سنة او كل شهر الصراحة او كل يوم حتى في جديد معامل اللي بحث شغالة والدنيا شغالة بسرطة 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 دكتور انا حابب يعني انا رجل قروي اصلا انا من الريف اللي بقى شرف في جد ان انا من ريف مصر ازاي الناس البوسطة اللي بتفرجوا علينا دلوقتي يعرف الورام الحميد من الخبيث هي الفرق ما بين الاورام الحميدة والاورام الخبيثة ان الاثنين نمو غير طبيعي الخلايا لكن الاورام الحميدة انه ما هو بطيء وبيقب بعد فترة او بيزيد زيادة بطيئة جدا وهو غير قادر على غزو الانسجة المحيطة وغير قادر على ارسال ثانويات لاماكن بعيدة وهو لا يشكل خطورة على الحياة في الغالب الا لو طلع في اماكن معينة زي المخ اما الاورام غير الحميدة فهي عندها القدرة على غزو الانسجة المحيطة والقدرة على الانتشار هذي القدرة على الانتشار اللي هي إرسال خلايا أو ثانويات لأماكن بعيدة هي أهم ما يجعلها فيها شيء مرض خطير وفيه قدرة على تهديد الحياة لو تساب في التاريخ الطبيعي بتاعها أو في مصار الطبيعي ممكن يهدد الحياة القدرة على التفريقة هي قدرة بالأساس عن طريق الطبيب قدرة إكلينيكية طبيب هل لي حد بالزبط كده في نفس الوقت إحنا يعني عاوزين الوعي سلاح زوحة الدنيا ساعة التوعية بتخلي الناس تبالغ في علاج بعض الأورام الحميدة التي لا تشكل خطورة ده بعض التلايفات في السادي أو بعض أورام التادي اللي هي ما بتقلبش الأورام الحميدة في السادي 90% ما بتقلبش والتلايفات ده شوء طبيعي أو تكوين طبيعي في السادي ما أعتبرش غير طبيعي ساعات مع زيادة التوعية بيزيد الخوف من الحاجات دي وبعض السيدات بتروح ويتم عليك حاجات ملهاش أنها تتعالج يعني حاجة طبيعية ملهاش أنها تتعالج تنوع طبيعي ملهاش أنها تتعالج ده كان سؤال التاني على طول حضرتك هو فكرة إيه الأماكن اللي لو ظهر فيها ورم المريض يقلع على طول ويجرى على الدكتور هو عامة أي عرض في أي مكان في الجسم بطيء وموجود بصورة لفترة طويلة لأن إحنا عندنا أكتر من 200 نوع ورم على حسب مكان الخارج منه من الجسم وهو الأعراض فيلمة أعراض منذرة للأورام كلمة خادعة لأن أي عرض حتى لو كان بسيط ولكن يستمر الفترة طويلة لازم نتوجه للطبيب طبعا فيه أعراض زي اللي هي تتعلق بالدم زي نزيف دم زي نزول دم مع البول أو مع البراز أو لكن معدى لك بعض الأعراض الخفيفة زي كحة مثلا مستمرة الفترة طويلة عند واحد مدخن زي إمساك جديد فوق سن الأربعين مستمر كل الحاجات اللي هي بسيطة زي ظهور مثلا تورم في التادي بقاله فترة أو اكتشفته بالمصادفة كل هذه الأعراض البسيطة تحتاج أن أنت تتوجه إلى طبيب الرعاية الأولية عشان يتأكد أن هي مش حاجة أو يطلب مزيد من الفحوصات للوصول للتشخيص إذن يعني حضرتك بتنصح يعني أي حد يظهر له ورن في أي مكان ويزيد عن يومين ثلاثة ما يصرفش يتوجه بسرعة للدكتور مش بسرعة يعني هو فكرة التعامل مع الأورام على أنها أمرت طارق ويحتاج إلى اتخاذ إجراء عاجل مش صحيحة قوي لكن عليه أنه هو يتوجه يعني عليه أنه هو يتوجه يعني فكرة أن أنا أخد مثلا عجلي إمساك حاجة حديثة وعدة أخد أدوات ملين وأواخد كذا وأواخد كذا وتطول وتروح وتيجي من جير ما توجه للطبيب ده مش صحيح يعني أو أن أنا مثلا يجي لي كحة وأقول عليها كحة سجاير وتستمر وتزيد ومن جير ما توجه للطبيب ده مش صحيح فلازم أتوجه للطبيب هي الفكرة أن لحد ما كلفت الخدمة الطبية في مصر في بعض الأحيان تبدو للناس أن هي خدمة مرتفعة فهو بيفضل ساعات أنه ياخد استشارة من ابن خالته أو من الدكتور جوجل أو من حد أو من زميله في الشوق أو من داره فإحنا بننصح بنقول إن في عندنا مستشفات جامعية وفي مستشفات عامة وفي مستشفات تبع جمعيات أهلية زي مصطفى محمود زي الفاروق زي كذا زي كذا أنت مش شرط أن أنت تروح عند شكوى بسيطة لدكتور كبير ممكن تروح لحاجة من الحاجات دي وبيشتغل فيها معظمها أساتذ الجامعة هم حيوجهوك مش لازم نستنى أما يحصل حاجة كبيرة وبعدين نروح لدكتور كبير لأ ممكن نروح لدكتور معقول تاني الأماكن دي اللي هي تابعة للجامعيات الأهلية أو المستشفات حتى العامة أو مستشفات الرعاية الأولية هذا اللي بميز مصر دكتور بجد بميز مصر عن كتير من الدول العربية أو الدول العالم حتى فكرة المستشفيات اللي في الجامعيات الخيرية وبعض المساجد والتوجه ده بجد بيخفف عن كاهل الموظف الغلبان أو المواطن البسيط معلش بدل ما نروح يدفع رقم مثلا مفايدة عند دكتور كبير لإسمه تاني فولك لأ روح هنا الأول يمكن يكون الموضوع بسيط ويتعالي بالزبط كده بالزبط كده خاصة أنه بعد التشخيص يعني بعد تشخيص الأورام غير الحميدة أن الشبكة اللي موجودة في الدولة سواء شبكة تأمين أو قارات على نفقة الدولة بتكفل أن أنت تتحط على تريك فيه العلاجات اللي هي الريسنت ستاندرد أو اللي هي المعيارية أو القياسية اللي هي موجودة في أي حتة في العالم لكن ساعات مرحلة يعني إحنا بيبقى عندنا مشكلة ساعات في الوصول للتشخيص اللي هي من الشكوى إلى حين التشخيص ساعات دي بتبقى فترة الاسبام بتاعتها أو فترتها أطول شوية من المتوسط العالمي في الدولة المتقدمة يعني من لحظة أن المريض يبتدي يشتكي لحين تشخيصه ساعات بتبقى الفترة جديرة شوية في حين أن الفترة من من التشخيص للبدء في العلاج هي قريبة من الفترات المعمولة بها أعالمياً يعني قريبة من الفترات اللي في إنجلترا يعني من صحة التشخيص لكن إحنا بيبقى عندنا مشكلة من أول الشكوى لحد التشخيص ساعات سيدة بتشعر مثلاً بحاجة في الثدي وبتتكسف إن هي تشكو وتقول ده أصل خراج ده أصل أنا تخبط فيه وتقعد على هذا الأمر سنة واتنين يعني السيدات تعاملوا مع الخدمة الطبية العادية حتى يعني لو تعاطوا مع الخدمة الطبية حيبقى صعب إن إحنا نشوف الحاجات طب أنا عجبني في كلام حضرك حاجة يا دكتور إن هو الواقعية والمنطقية اللي إحنا بجد حسينها كمصريين إن المواطن البسيط عارف إن أحياناً بتكون الكلفة العلاجية قد تكون كبيرة فقطاته فبيكتفي وأنا راح الشغر أسأل زميلي اللي على المكتبة الجنبي يا أخي أنا بقى اليومين ما نمتش عنده صداع رجل مش هادر يدوس عليها يقول لي عم روح السيدلة وهات كذا وزبط وخلاص برضو ناس ينظم الست في البيت على معجرتها بالتليفون أو دكتور جوجل جوجل ده رجل بسمع الكلام قوي هتقوله معك تمام فإزاي نقدر نوصل ليهم الوعي إنك إنت روح ولو حتى مستوصف أو دكتور صغير عندك في نفس الشارع حلالة طبية أنا يعني نصيحتي بالنقايع إن الأعراض بتاعة الأورام ما هيش أعراض جالوبينج يعني ما هيش أعراض عاملة دوشة جمدة أو زي ما الناس متصورة إن المريض بيجي خاسس قوي أو 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 ده بيجي في المراحل المتقدمة وإحنا مش عاوزين كده إن معظم أعراض الأورام هي أعراض خفيفة في الأول وإن أي عراض خفيف يستمر يعني أنت جالك إسهال مثل خلاص لأ يا سيد مش عاوز تروح للدكتور بلاش عندك يسهل مودة وين لكن لو تكرر أو طول لأ ما ينفعش تسكت يالك إمساك ماشي خلاص بلاش تروح لكن لو طول أو زود وإنت عندك فوق سنة الأربعين ومش عادتك أساسا لأ لازم تروح للدكتور فأنا نصحتي التعاطي مع الخدمة الطبية معقولة التكلفة في المستشفات الجامعية والجامعيات الأهلية لأن المعظم وهي منتشرة في أنحاء الجمهورية إلى حد كبير جدا 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 والناس اللي بتتواجد لخدمة المواطنين أو الأطباء معظمهم مؤهلين وبعدين فيه فارق ما بين الخدمة الطبية وشكل الخدمة الطبية يعني ربما كانت شكل الخدمة الطبية أن المكان يبدو مزدحم بعض الشيء لكن ده ما يتعلقش بحقيقة الخدمة الطبية اللي هي بتبقى جيدة جدا تمام في حين أن أنت ممكن تتلقى خدمة طبية فندقية فأنت بتدفع تماما الشكل الفندق لكن هي هي بالزبط لكن هي هي الخدمة اللي بتقدم تاني في معظم هذه الأماكن اللي هي مستشفات جامعية أو الجامعات الأهلية هي شكل الخدمة المتوافقة عليها أو المعياري عالميا أنا وانصح أن المستشفات الجامعية تبقى للتحويل يعني أنت لا تتوجه لها ابتداء للتشخيص ولكن تتروح تحويل من الخدمة الأولية اللي هي أنا بعتبر أن تاني الجامعات الأهلية مؤهلة جدا 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 لتقديم هذه الخدمة والخدمة الرعاية الأولية المصرية حققت نجاح في التطعيم وحققت نجاح في تنظيم الأسرة ولكن لم تحقق بس لهذه النجاح في إقناع المريض رغم أنها تمتلك الإمكانيات في إقناع الناس بالتوجه لها والتعاطي مع العلاج في الحاجات التانية بالنسبة لأنا مكتب الخدمة الصحية مثلا في تطعيم الأطفال مثلا في قناعة شديدة لدى المصريين أن هذه الخدمة لازم تقدم هنا وأنه ما يروحش للدكتور برا ودي حاجة جيدة وبرضو مثلا حققت المشروع الأخير مثلا اللي هو كان مثال النجاح بتاع الكبد بتاع التعاب الكبد أنت وصلت لأن حضرتك من الأرياف وأنا من الأرياف فأنت وصلت أن فلاح بسيط يعلم أن في حاجة أسمع لك الكبد وأنه هو هتوجه للعلاج في المستوصف طبي الخدمة الأولى أنا هنتعز الفرصة أخذ من حضرتك الكلمة دي وهشكر بجد الراجل اللي سبب رئيسي ربنا حطه سبب رئيسي في القضاء على هذا الفيروس أو فيروسات ركبت بمعنى دق طبعا حملة 100 مليون صحة اللي أمر بيها سيادة الرئيس وكل الهيئات المعنية وزارة الصحة والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني وكل الناس اشتركوا فيها لحد ما تمت السيطرة على فيروسات الكبد اللي كانت زمان زي الأورام السرطانية دكتور معنا واحد روحة للفيروس يبقى بعد في أيامه صحيح نفسي نظام للطبق في الأورام وده اللي خلاني أعمل حلقة تانية وأعمل تلتة وربعة وعشرة لحد ما يبقى عندنا وعي وإننا نوصل لمرحلة الوقاية خير من العلاج لأن للأسف يا دكتور لما بتروح لحد ويبتدي يحلل العينة بتاعت المرأة ويطلع غير حميد بيبتدي خلاص طب كتب وصيته طب بعدي في أيامه طب خلاص فعاوزين نوصل للناس بقى إن الموضوع لا تحت السيطرة وإن المعدلات المصرية أفضل من دول متقدمة جدا 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 للقلعة العلمية والطبية لحضرتك فيها الأسر العيني ده منارة في العالم صحيح صحيح في عندكم أبسالة كتير جدا تكلمنا عنها بصحيحكم أنا حرجع تاني برضو النجاح بقى العلاقة ما بين التوجهات المختلفة في الطب يعني مثلا القضاء على الفيروس C اللي هو المتبب الرئيسي الأورام الكابدية وإن مصر الأولى عالميا في الأورام الكابدية بش بس في الهيباتايتس فمتوقع مع القضاء على هذا الفيروس واللي هو يتم نجاح أن يتم بالزبط كده إن ده بحد ذاته وقاية من حدوث الأورام السرطانية ومتوقع أن خلال السنين اللي جاية انتقل هذه النسبة وصولا إلى أن لأن في لك في فترة ما بين حدوث السرطان ويوي فبعد أظن عشر سنين سيتصل معدلات في مصر الحاجة بسيطة جدا كأورام يعني أنت النهاردة بتقضي على الفيروس بعد عشر سنين هتلاقي أنه ما فيش أورام وحتى تقل تدريجيا لحد بعد عشر سنين ما يبقاش فيه أورام كبداية تقريبا لا دكرة أنا أنا بقى آه هيحصل إن شاء الله بس هيحصل أصيا يعني هي علم يعني إن شاء الله فدي حاجة بالنسبة لزي ما بقول لحضرتك اللي إحنا نتمنى إن إحنا ناخد التجربة أو التجربة دي هي بتحاول تطبق برضه في مئة مليون صحة من في الكشف مبكر عن أورام التاد وإحنا بنتمنى كمان إن التعاطي مع الخدمات مع التأمين الشامل التعاطي مع الخدمات الرعاية الأولية يكون أحسن من كده يعني يكون أحسن من كده ده ممكن إحنا نقول كبديل أو كحاجة موازية الدور الأماكن أو جماعيات الأهلية اللي هي زي جماعية الشرعية زي جماعية مصطفى محمود بتقدم خدمة عيادات خارجية وتشخيصية رائعة جدا وموجودة ومنتشرة في القاهرة الكبرى وفي معظم مدن محافظة الواجه بحري وبدأت كمان في السعيد يبقى في جماعيات مماثلة بحيث إن دي تشكل بالتعاطي مع الدولة ومع الهيزة الحكومية نشجع عندنا يقين أنا وحضرتك وكل الناس الدولة مش هتعمل كل حاجة لوحدها فيه دور المجتمع المدني الرزمات والهيئيات والجماعيات لا دورها دورها بجد عام المساعد وقوي جدا وفعال كمان وهي دورها لا يكتمل إلا بالتعاطي معها يعني إلا بإن الناس تقتنع إن هي تتوجه إحنا بقى في الإعلام إن شاء الله بقى في الحلقات بجاية إن شاء الله عنصالة الضوء على النمازج المضيئة وعلى الشغل بجد بتاع المساعدة المدني دكتور يعني إحنا في 30 ثانية عشان الرئيس التحريب بتاعنا شرير شوية حضرتك قلتلي حاجة أسعدتني وأنا قد قدام حضرتك إن في خلال 10 سنين قد وهفتح قوس كده يتم القضاء على المسببات أورام الكابت لا مش كلها أورام الكابت لأن المسببات السرطان متعددة كتير تمام كتير وهو سؤال لي ما بنقضيش على أورام السرطان اللي هو مطروح في العالم هو بيدل على إن في بعض عدم فهم لطبيعة الأورام السرطانية إن هي مش مرض واحد يعني الناس بتعامل معها ساعة لأنها مرض واحد هي أمراض متعددة ومسببات قد تكون متعددة وإنت بتحقق نجاحات لكن مفيش دواء معين أو علاج معين سيقضي على كل الأورام وحتى بيجي ساعات في الإعلام أو ساعات بقى فيه طرح دواء جديد لعلاج أورام السرطان ده مش صحيح ده طرح لا سرطان الرئة غير سرطان وليس كل الرئة واحد يعني فيه أحد مثلا يعني من سنة ونص كده ظهر على حاجة إعلامية قوية جدا 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 ومصدر محترم جدا 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 علاج جدا 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 حاجة إعلاج جدا 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 غير س besser زهر زي VIRAL كده على السوشيال ميديا عند كل الدكات روا حاب عارفين عليه كوية يتبعت له مواصد طلعيين مباشر آند مراطل وعدت ستة شهور إيه العلاج ده إيه العلاج ده إيه العلاج ده فأنت بتتعامل هذا دواء جيد جدا 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 في هذا النوع من الفيوجن وإنت من أساسه ما بتبحث على الفيوجن ده لأنه نادر جدا في كل الأورام بتبحث عنه لما تشك في نوع معين من الأورام فأنت بتسمع كده بوسطة لكن ده ما بنعشي أن وجود قامات علمية وطبيعة زي حضرتك وشخصيات بجد بتسعى جاهدة للسيطرة على هذا الهاجس المرعب المرعب للمصريين والعرب كمان تحديدا فبجد أنا متطمن وعندي يقين بكلام حضرتك أن في أقل من عشر سنين هيتم القضاء على مساببات سرطان الكبد لأنه سرطان الكبد ليه سببين أساسيين الفيروسات والكحوليات تمام كتلايف ثم تلايفها لب أوراب وبعض الأحيان نوع من نتيجة سوق تغزيم بعض الحبوب في الشرق آسيا حاجة اسمها أفلاتوكسين في تريار نعمل في حلقاتنا اللي جاية علشان توعيد جمهورنا لأسف الوقت بدهمنا الحديث مع حضرك ممتع وشايقه فيه إفادة كبيرة جدا لكن توعدنا إن شاء الله تكون موجود معنا في حلقاتنا إن شاء الله شكرا شكرا شكرا